السيق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا آدم عبد المولى يؤكد أن العقوبات المفروضة على سوريا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تؤثر سلبا في حياة السوريين وخلال جولته وعدد من ممثلين مكاتب الأمم المتحدة في سوريا في محافظة السويدة بحث عبد المولى إمكانية افتتاح مكتب للأمم المتحدة في المحافظة زار وفد من منظمة الأمم المتحدة محافظة السويداء بهدف إنشاء مكتب للمنظمة في المحافظة وبحث الوفد مع السيد المحافظ الدكتور عاطف النداف إمكانية تنفيذ ذلك لأن المنظمة تسعى إلى توسيع عملها عبر افتتاح مكاتب لها في مختلف المحافظات ثم زار الوفد أحد مراكز الإيواء في المحافظة واتطلع عن كثب على واقع الحياة فيه وتعرف على الخدمات التي تقدم للوافدين في هذا المركز الهدف من إنشاء هذه المكاتب هو تقريب الأمم المتحدة من الأشخاص المتضررين والمستفيدين من خدمات الأمم المتحدة ولذلك رأينا أن السويدة قد تكون هي الموقع المناسب لتلبية إحتياجات المتضررين في المناطق الجنوبية ولذلك أتينا في هذه الرحلة الاستكشافية لننظر في إمكانية إنشاء مكتب في السويدة بالنسبة للزيارة إلى مركز الإيواء أعتقد أن هذا من أميز مراكز الإيواء التي زرتها في سوريا وتقوم الدولة هنا بتقديم الرعاية الكاملة للأشخاص المتضررين وأعتقد أن هذا عمل ممتاز يذكر أن منظمة الأمم المتحدة افتتحت مكاتب لها في كل من محافظة حمص وطرطوس وتسعى الآن لافتتاح مكاتب أخرى في محافظة حلب والسويداء شكرا